السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير عليكم ويا رب دايما بخير قبل كل شيء ياريت كلنا في البداية نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وياريت من فضلكم تعملوا لايك للفيديو واللي مش مشترك يشترك وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم اشعار بس المباشر يوميا ساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر الفيديو النهاردة عن ايه هي الرموز لما تشوفها تعرف ان فيه صدق محبة من الشخص اللي قدامك ده رقم واحد ان اشوف الشخص ده بيقدم لي كوب من الماء لما تشوف ان هو بيقدم لك كوب من الماء ده رمضل ان الشخص ده حابب ان يكون فيه حياة ما بينكو انتو الاتنين فده هنا بتقولك ان الشخص ده فيه صدق نواية منه رقم اتنين انك تشوف ان الشخص ده يعني وغدك لمنزل جديد ان انت وهو او انت وهو دخلين لمنزل جديد بس يكون شكله كويس المنزل الجديد ده رمضل ان الشخص ده بيسعى ان يكون فيه حياة ما بينك وما بينه فدي برضو بترمز لان الشخص ده صادق في المشاعر رقم ثلاثة انك تشوف انك انت وهو فيه سيارة بس لوحدكم تكون انت وهو فيه سيارة في نفس المقعد بس لوحدكم يعني انتو الاتنين في الامام فده معناه ان الشخص ده حابب ان يكون فيه مسيرة حياة ان يكون فيه ود ان يكون فيه بداية حياة سعيدة ما بينكو انتو الاتنين كمان رؤية الاحتضان انك تشوفي ان الشخص ده بيحتضن فده معناه بس بيحتضن اللي شافت الرؤية فالاحتضان ده رمز لطول المخلطة فمعناه انك تشوف ان الشخص اللي فيه محبة جاه بيحتضنك ده معناه ان الشخص ده حابب ان يكون فيه حياة ما بينكو حابب ان يكون فيه طول حياة ما بينكو الفترة اللي جاية كمان رمز اهداء الخاتم اهداء الخاتم منه ليكي لازم تنظري كويس وتنتبهي الخاتم ده كان ايه؟ اذا كان الخاتم ده كان ذهب وكان شكله كويس فده معناه ان الشخص ده حابب ان يكون فيه زواج وحياة طيبة ما بينكو اما اذا كان الخاتم ده يعني معدنه مش كويس او اذا كان الخاتم ده فضة فالخاتم لو معدنه مش كويس او ما كانش معدن نفيس لا انت شفت ان هو من الحديد او من الكلام ده لا ده معناه ان الشخص ده يعني موضوعه فيه شدة وفيه صغوبة اما اذا كان الخاتم فضة فده معناه ان الشخص ده هيعرض موضوع زواج بس هيحصل فيه تعصر او هيحصل فيه توقف فالخير انه يكون الخاتم اللي هو بيقدمه من دهب من الماس من المعادن دي ده معناه ان الشخص ده هيعرض موضوع زواج ونسأل ربنا انه هيكون فيه خير في الامر بتاعه كمان رؤية الشخص ده انه هو بيحاول انه يعطيك جواز السفر او بيحاول انه يصعد بيك لاي وسيلة مواصلات من اللي هي الخاصة بالسفر يعني الطائرة انك تشوف ان فيه سفينة او الكلام ده كله ده معناه ان الشخص ده حابب انه يدخل في موضوع زواج صادق مش قصة خداع ولا الكلام ده كله بس طبعا على حسب الوسيلة بيكون انه كان الامر ده هيبقى ميسر او هيبقى فيه صعوبات كمان رؤيته انه بيحاول انه يهديك باقة ورد مش وردة باقة ورد باقة الورد او الظهور انه يجي يعطيها لك اعرف ان الشخص ده حابب انه يعرض عليك زواج فدي برضه من رموز انه الشخص ده صادق مش مخادع ولا الكلام ده كله كمان رؤيته انه فيه طفلة ما بينكو انتو الاتنين سواء انه هو جاي بيعطيك الطفلة او ان الطفلة دي كانت بنتكم في الرؤية فالطفلة دي رمز للدنيا النتيجة ما بين اتنين فيه محبة او فيه قبول ما بينهم اعرفي انه فيه دنيا او فيه حياة هتطرح ما بينكو الفترة اللي جاي يعني هيعرض موضوع خاص بنحية الارتباط فدي كلها رموز بتدل على صدق المحبة او المشاعر ما بين الاتنين دول طبعا والله اعلى واعلى بذكركم ما ننساش الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام ومن فضلكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو اللي مش مشترك يشترك وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكوا اشعار البس المباشر يوميا